فيفيان ما نقلك أهلا وسهلا فيك بفوشيا خلينا بداية مبارك لك على الارتباط وكمان مبارك لك على أغنيتك الجديدة زد لنا لش اخدت هالمبادرة انه تطلق هايدي الأغنية تحديدا بهيدا الوقت هل كنت حبة تكون هدية زواجك؟ هي فعلا هدية زواج بس انا مزوجة من فترة قبل بس حبينا نعلون زواجنا بهالفترة تزامنا مع انت يعني اطلقي لهاالأغنية سمحيلي بس اقول مرسي كبيري لعلي المورا انا بعتبله الشاعر العبقري هايك للجيل الجديد ونشوف حالنا فيه ومرسي كتير كبيري كمان على الألحان لجمال ياسين وبدأي اقول له تانكيو لعمر صباق المبدع اللي تعب كتير معنا لانه ما بنا للغنية تروح بلدي وطبول ولا بدي هي فرست دانس سو عطاها هيدا المودة جيبسي الحلو وانا كتير كنت حبي اعمل هيك شي جديد فتانكيو لهالتيم الرائع اللي اشتغل على الاوديو مرسي كمان للمخرج جيلبير فغالي اللي ابدا ابدا ما خيب لي هيك نظرتي فيه وعطاني شغل كتير حلو وصون سواعن جديد بإذن الله وبدأي اشكر كمان الشركة المنتجة لهيدا العمل الشركة معمار المرشدة المصرية وبدأي لهم تانكيو كمان على الجيفت صار عندي بيت بمصر باجمل مجمعات سكنية للمعمار مرشدة اللي اخترت هادا الوقت تحديدا حتى تعالي زواجك؟ شوفي حتى لو ما كانت هاي الغنية ما كنت حتى حقالهم زواجي فحسيتها مناسبة حلوة اني احكي عن زواجي بطرح هيدا العمل ليه كنت موديك تعالي عن زواجك؟ هل كنت خايفة من الحصاد انه؟ والله مش خايفة من شي بس انه انا دايما من بداياتي حياتي شخصية كتير بعيدة عن السوشال ميديا ما ما بحب هيك حياتي شخصية و يعني انا بعيدة من زمان يعني ما كان عندي كتير اهتمام انه حياتي شخصية حتى باكاونتاتي كتير بعيدة انا عن عن سوشال ميديا ساريقولوا يمكن حبت امشي بموضوع الترند من ماخدة حتى تضل العالم فعان قلبه لا 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 ابدا ابدا لو بدي امشي بموضوع الترند من ماخدة كان من اول ما تعرفت على جوزة كنت ماشي بهاي الترند سو لا انا ولا جوزة همو بالاخص جوزة يعني على القليلة كنت قلتلك عن اسمه بس هو ما بيحب هل فستان الزفافة اللي بسي فيديو كليب هو زيته اللي بسي وقت زفافك؟ ولا مش هيني يا فابيان ايه هنزعج زوجك انه كان في شخص ثاني الى جانبك ليبس البدلة مش هو؟ لا لا كل وقت نحنا عم نضحك يا عمي اول شي بدي اوجه تحيي لجوزة اللي هو دعمني بكتير مواضيع بتخصص شغلي وبدي اقول مرسي كتير كبيرة من هون للكويت لحبيب قلبي وصديقي وخيي جاسميكو هو رفيق النجاحات وأنا وجاسمي إلا من 2011 سو هيدا التصميم كان كاستمايز لإلي فبشكروا كتير علي تانكيو اكيد لا اكيد وهيدا هدية من يوسف وتانكيو لكل اللي كتير هيك عجبون الفستان زوجك لبناني اسباني؟ لبناني وعنده جنسية تانية بس كمان ما بدي احكي اكتر من هيك كيف عم بقدم للدعم لفيفيان هل عم بيختار لأغاني او شو؟ الدعم المادي بالإنتاج الدعم أكيد المعنوي البيس هيك اللي معايشني فيها والحب والمحبة والاهتمام والاحترام يعني زوجك قديش انت بمسك فيه ومغير حياتك؟ لا مش مغير حياتي ضاف على حياتي هيك بريء حلو ضاف عليها بيس معنى حلو كأنه وقف حدك مراحل صعبة مريت فيها ما فيتنا بيتعلقوا ببعض إلا ما يكونوا فعلا قطعوا هيك بهاي الابيربول بقولوا واطلوا ونزول هون بيصير الحب أكتر وأكبر وبيتمسكوا ببعضهم أكتر بصير الحب هو بمعنى الحقيقة ما نرجع لموضوع العمل شفنا كان فيه مشاركة لشاب بيحمل جنسية إسبانية وحائز على لقف جمالي بيدرو اليوم هل هو زوجة لفيفيان مراد؟ ما لقيت يعني هيك أحلى من بيدرو يشاركني بهيدا العمل بهيدا النهار بالأخص خاصة أنه بيدرو إنسان رائع على الكاميرا غير إنه إنسان رائع ورا الكاميرا وكمان هايك فيه كامس ريباناتنا المشاهد أكيد حتطلع حلوي وذات سوى العالم فكرونا وصدقونا أنه نحنا تجوزنا إنريل بس يعني حسيت أنه اختياري كان صائب بمحله وبيدي وجه له تحية كتير كبيرة بأنه بتحب إنه ينعطى إيميل للمرأة هل بيفيان مراد مثل ما بقوله أمنت حالة بهيدا الزواج حتى ما يصير فيه خيانة أو شيء؟ ليك أنا ما بحب يكون الزواج مبنى على مصالح إنه أمنت حالة وبيخوني وما بيخوني إذا ما كنا أصحاب وإذا ما كنا منضحك سوى منبكي سوى إذا ما كنا منسكت سوى منبسط يمكن بسكوتنا سوى إذا ما كان هيدا الشخص هو السلمات يعني الرفيق الروح ما بيكون فيه زواج اسمه زواج وبيت وحب مقدس فالموضوع مش موضوع أمنت حالة خانة وما بعرف شو لا موضوع أعمى وأصدق من هيك بكتير فيفيان فيش سؤال هيك شوى حشي منشوف النجوة ستتزوج بتحب تدبيها بالمجوهرات اللي تلقتها كهدية من زوجة يوم الارتباط نحنا ما شفنا هيدا الأمر عندك ليه؟ ما شفناك عم تدبيه لأنه أنا من الأساس ما كتير عندي مجوهرات لأنه ما بحب المجوهرات والكل بيعرف ما فيك تحطي مصارب المصارف اللبنانية الكل عم يلجأ لشراء الدهب أول شي أنا مش حتى هوني بلبنان مصاري لأن حتى نحن حتى محطينهم بدبي صراحة بس الموضوع بيني وبين يعني الشخص اللي اخترته مش مبني على هدية أو على هدية وعلى ذهب أو شي مادة أبداً بلاس أنه أنا ولا بيعنيه للذهب ولا بيعنيه لأعمل عيد ميلادي ولا بيعني شوفي لهذه الدرجة هولي كلهم بيعرفون أصحابي ما بيعنيه لي أبداً هالشي بيعنيه لي عن جد هايك الفون طبع الشخص قلبه تفكيره نظافته دايماً بحرس الأنطراج تابولي يكون هايك دايماً بوزيتيف وعالم طيبة عالم بعيدة عن التصنع تحكيني بدهب وتحكيني بمصاري عن جد عن جد بعاد كثير عني شو رسالة بتحب تواجهيها لكل جمهورك عبر فوشيا؟ ما في رسالة بدي قللهم ميرسي شفت ولمست عن جد قدي مبسوطين فرحانين أنه أنا تزوجت فرحانين لفرحتي وبوعدهم بأعمال عن جد عن جد رائعة سون موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر